اكدت سعادة الدكتور الشيخ خارنة بن تعيسى بن دعية الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الكوادر الوطنية من منتسبي المعهد يعملون على تصميم جميع البرامج والمبادرات بما يتماشى مع استراتيجية المعهد الرامية إلى التحول إلى مركز للفكر القيادي والتنمية الإدارية جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان أسس وضع القوانين والتشريعات والسياسات في العمل الحكومي لمنتسبي الدفع الحادية والثلاثين من برنامج قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية وأضافت سعادتها أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يعد أحد أبرز برامج المعهد الذي رعي خلال تصميمه تنوع أساليب التعلم ومن ضمنها الاطلاع على تجارب وخبرات القيادات الوطنية وخلال لقائه بمنتسبي برنامج قيادات أكد الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الرقمي في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حرص مملكة البحرين على الاستثمار في الكوادر الوطنية مشيرا إلى ما تتمتع به القيادات الوطنية من كفاءات تصب في تعزيز التطوير المؤسسي وقال الخاجة أن مثل هذه اللقاءات التي ينظمها معهد الإدارة العامة من شأنها أن تعزز من تبادل الخبرات التراكمية والممارسات الإدارية بين مختلف منتسبي مؤسسات القطاع العام ترجمة نانسي قنقر